ملف يعادة اعمار العراق يطفو من جديد تقرير بريطاني يكشف معلومات تفيد بأن مبالغ ضخمة من برنامج يعادة اعمار المدن المحررة فقيدت جراء ممارسات فساد على يد أفراد تابعين لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة مليار ونصف المليار دولار فقيد جزء منه عبر مطالبة المسؤولين لمقاولين برشاوة من أجل الظفري بعقود إعادة الأعمار أعتقد تأسيس إلى شبكة عملية إدارة الفساد وهدر الأموال التي تأتي لأعمار العراق إلى جهات وعلى أقروبات ربما بالمستوى الذي تشترك به شخصيات محلية وبالتالي هذه الأقروبات أدت إلى عدم إعمار العراق وبالتالي خسرنا إعمار العراق كبنية تحتية وإعمار ومؤسسات شبهات الفساد وسوء الإدارة كشفها تقرير صحيفة الجارديان في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق فبعد مرور عشرين عامة ما زال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم ضخ المجتمع الدولي منذ ذلك الحين مساعدات تصل لمليارات الدولارات إن لم تكن جدية واقعية من قبل الحكومة ومن قبل الحكومة أول ومن ثم بدعم سياسي من الكتل الكبيرة لنأتي إلى دعم أكبر من القيادات المؤثرة الفاعلة لن يكون هذا الأمام الانتجاز الفعلي لاسترداد الأموال لن تتكلم عن شخص ليس مواطنين وموظفين اعتيادين ووفقا لهذه المعطيات منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية قالت بأنها لن تتساهل أبدا إذا أوجود حالة تلاعب أو فساد أو تزوير فيما ردت الحكومة العراقية بعزمها لاتخاذ إجراءات قانونية إذا ما صحت ادعاءة الفساد في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتورط دوائر حكومية فيها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير